أبل أن نبدأ الفيلم نتساش تعمل لايك الفيديو واشترك في القناة وده عشان تتابقى معينا أقوى أفلام الرائع بيبدأ الفيلم واحدة بتجري في الغبل وحدها والواضح إن هي كانت مصابة في إيديها لحد لما بنعرف إن فيه واحد بيطاردها من وراء الشجرة في الآخر بيقدر إن هو يحصرها وبيغطوا البنت دي بكيس اسود على دماغها والشخص التاني بيدرغب بالمندقية لحد لما بتفقد الوعي على طول وبعدها بيروح على قبو بيت مهجور وبتسحى هنا من الضربة عشان تشوف نفسها مربوطة بالسلاسل والناس حواليها في كل حتة واحدة عجوزة بتفضل تقول في كلام غريب من كتاب ملعون وبنعرف إن هي بتعمل تقوز سحر على البنت لحد لما بيظهر والدها وهنا بتطلب منه يفكها بسرعة قبل ما يحصل لها حاجة فبيعرفها إنه مش يقدر يعمل كده خصوصا إن هي قتلتهم معها من شوية لحد لما الست العجوزة بتعرفوا إن دي الطريقة الوحيدة عشان تخلص من الشر ده للأبد بيقدر الأب إن هو يرمي عليها البنزين وفجأة البنت صوتها بيتغير لكيان مرعب كده وده عشان تفضل تشتم في أبوها وفي الآخر بنعرف إن كان فيها يروح شريرة وهنا بيقرر إن هو يفجر راسها بالبندقية عشان يخلص منها وينقص روحها من اللي بتعذب وفعلا بيعمل كده على طول وبتخلص أول لقطة في الفيلم الحدي هنا وبنعرف إن الروح بتفضل محبوسة في المكان وبعدها بنروح على مجموعة شباب مع بعض في العربية وأولهم بيكون ديفيد مع صاحبته ناتالي والممردة أوليفيا وكمان صاحبهم إيريك وبنعرف إن أخت ديفيد موجودة هي كمان واسمها مية والواضح إن هم جمع على المكان ده وده عشان مية تتعالج من إدمان المخدرات وطبعا ما يعرفوش إن ده الكوخ نفس المكان اللي حصلت في الأحداث من شوية لحد لما بيدخلوا على البيت على طول بتقدر توعد صحابها إنه مش هتقدر على المخدرات دي مرة تانية ولا هترجع لها تاني ولما بيدخلوا على البيت بيشين مريحة مؤرفة جدا وهنا بيعرفوا إن في ناس كانت هنا قبلهم وهنا بيعرفوا كمان إن ديفيد لازم يدخل على الأوضة مع مية وده عشان يريحوا شوية وينقلوا الشنط بتاعتهم فبيلاحظ السور بتاعت أمهم قبل ما تموت وبتفتكروا هنا الزكريات مع بعض وهم أطفال وكمان الأغنية اللي كانت دايما بتقولها قبل ما تموت مع الوقت بتلاحظ إن مية علاقتها مع أخوها مش أحسن حاجة وهنفهم السر مع بعض كمان شوية لحد لما بروحها للممرضة أوليفيا وهي بتتكلم مع ديفيد وتعرفه إن مية لازم تفضل هنا لحد لما تبطل إدمان فعلا للمرة دي وإلا المرة اللي جاية ممكن تموت منهم بعد لما خدت جرعة زيادة قبل كده وكانت ممكن تموت في أي وقت فديفيد بيعرفها إنه مش هيقدر يخرجها من هنا غير لما تتعالج فعلا ومع الوقت مية بدأت تظهر عليه أعراض الانسحاب وبتفضل متضايقة من الريحة بتاعت البيت وبتخرج شوية عشان تشم شوية هوا بينزل ديفيد مع إيريك على القبع عشان ينظفوه وبيلاحظوا حيوانات كتيرة جدا محروقة وميتة والكتاب بتاع الست العجوزة اللي كان معايها هنا إيريك بيكون عنده الفضول يقرأ فيه شوية وبيلاحظ رموس كتيرة مش واضحة فبيحاول إنه يقرأها بالقلم الرصاص وبيلاقي تحذيرات إن ممنوع أي حد يقرأ الكتاب ده مهما حصل فبيعرف إن ده أكيد أي كلام وخلاص لحد لما بتخرج الراح الشريرة من الغابة وبتدخل على طول في مية اللي كانت واقفة بره البيت عشان الريحة وفي الآخر بتدخل تاني على الكوخ وبتعرف الباقي إن هم لازم يتحركوا من هنا لإن بتحصل فيه حاجات غريبة وبيعرفوا إن هي بتخرف مش أكتر وده بسبب أعراض اللي انسحابه إن هي مش قادرة تكمل فطبعا ديفيد بيرفض حاجة زي دي لحد لما بتاخد المفاتيح من غراهم وبتهرب بالعربية وإن بتظهر بنته قدامهم في الطريق بتحاول إن هي تتفادى البنت دي بدل ما اتموتها لحد لما الأسف بتعمل حدثة في المكان وبتنزل من العربية لحد لما بيظهر الشيطان قدامها بيقدر إن هو يسيطر على جسمها بعد لما بيربطها وفي الآخر بتخرج الروح عشان تدخل في مية وبنعرف إن ده الشيطان نفسه سيطر على جسمها وفي الوقت ده ديفيد بيشوف مية واقع على الأرض فبيرجع على الكوخ بسرعة وبيحكي كل اللي حصل معها من شوية بيعرفوا إن مية بتقول أي حاجة وده طبيعي من أعراض اللي انسحاب فبتدخل على الحمام عشان تهدئ عصابها من الكرسى اللي حصل مع الوقت باللاحظ إن هي بترفع درجة حرارة السخان عشان جسمها يتشوي ومحدش فهم اللي بيحصل معها لحد دلوقتي وهنا ديفيد بيشوف الكلب بتاعه ميت في الكوخ وبيفهم إن أكيد مية اللي عملت كده فبيروح على الأوضة بتاعتها طبعا مش بتفتح الباب عشان محبوسها في الحمام وبيعرف إن هي واقع على الأرض وحروق في كل جسمها من الدرجة العالية وبيكون مش مصدق اللي بيحصل بيأخذها بسرعة على المستشفى لكنه مش بيالحق يعمل كده وده بسبب إن المطر بيكون مطر في كل حتة وكمان الطريقة قفل بسببه فبيرجع تاني على كوخه وبيطلب المساعدة من صحابه والممرضة بتديلها شوية مسكنات لحد لما المطر يخلص ويرجعوا للمستشفى هنا كل واحد فيهم بيتكلم عن اللي حصل لحد لما بنشوف مية دخلت عليهم بالبندقية وبتقدر إن هي تضرب ديفيد أول واحد فيهم وبعد شوية بيطلع منها كلام مرعب وغريب وإن كل اللي موجود في الكوخ هيموت النهاردة وبتقع تاني على الأرض بتقرر الممرضة إن هي تاخد السلاح منها بسرعة لكن مية بتفوق مرة تانية وبتفضل ترجع دم وفوشها وفي الآخر بتزقها على قبع عشان تقفل عليها هنا ديفيد بيطلب من الممرضة تجيب لها مسكنات أعلى شوية فبتعرفها إن دي كانت أعلى حاجة وخدت جرعة كبيرة لدرجة إن هي مفروض تخليها تنام يوم كامل ويرج بيقول لهم إن اللي بيحصل ده مستحيل يكون طبيعي وإن أكيد الشيطان اللي كان في الكتاب ودخل في جسم مية الناحية التانية أوليفيا بتحاول إن هي تخسل وشها في الحمام وبتلاحز إن شكله بقى مرعب جدا في المراية لحد لما بتتكسر على طول والناحية التانية الكتاب بيفضل يقلف في الصفحات لوحده لحد لما بيقف عند الصورة بتاعت الشيطان وهو مسك سكينة في إيده ومشوه وش الشخص اللي لابسه فبيدخل إيريك على الحمام عشان يتطمن على صاحبته وبيلاقي منظر مرعب جدا فبيحاول إنه يهرب بسرعة لكن للأسف بيتزحلق على الأرض أوليفيا بتقدر إن هي تهجم علشان تقطع وشه لحد لما إيريك بيقصر رأسها وبيخرج من الحمام بسرعة عشان يلحق نفسه بعدها ديفيد بيقعد مع إيريك عشان يعالك الجروح بتاعته وبيعرفه إنه هو السبب في كل اللي حصل لإنه فتح الكتاب بتاع الشيطان وده اللي كشان شايفينه في القبو من شوية وناتالي بيتحاول إن هي تساعته وبتسمع صوت مية وبتطلب المساعدة بعد لما وقت في القبو لكن ما تعرفش إن ده بيكون فخصيا من الشيطان بعد شوية بيسيطر عالمية فبيحاول إنه هو يربط تاني ناتالي في السلة لكن بيوصل ديفيد في الوقت المناسب عشان يلحقها ومش مصدق اللي بيحصل مع أخته بعدها إيريك بيحاول إنه هو يحرق الكتاب عشان يخلص منه لكن طبعا ده مش بيحصل أصلا وبيقرأ في الكتاب شوية عشان يفهم اللعنة وإزاي ممكن يخلص منها وبيفهم إن ده تقريبا من الشيطان من ملايين السنين وعشان يرجع تاني للعالم البشري لازم يستحوز على خمس أرواح من البشر ويقتلهم بعدها السماء كلها هتمطر دم وإين هيظهر الشيطان من تحت الأرض بعد لما يرجع تاني وساعتها العالم هينتهى على كده ومش فهم إزاي ده ممكن يحصل أصلا فهينا ناتالي بتكون في الحمام عشان تخسل إيديها لكن باللاحظ إن شكلها بدأ يتغير والشيطان بيستحوز على جسمها بتكرر إن هي تقيت على الجزء ده قبل ما يحصل لها حاجة وبعد لما بتعمل كده بيظهر ديفيد في وشها فبيحاول إن هو هيديها شوية ويريك بيكمل الكتاب بتاعه وبيعرف إن الحل إن هم ينهوا اللعنة إن هم يقتلوا نفس الشخص اللي بيكون مسيطرة عليه الشيطان وإن هم ممكن يعملوا كده عن طريق إنك تدفنوا حي أو تقطع جسمه وكمان ممكن تحرقوا لحد لما يموت وممكن ينتهي بالطريقة دي للأبد وبعد شوية ناتالي بتظهر قدامهم بالمسدس بتاع المسامير وبتضرف أي حد في وشها لحد لما بيدفع عن نفسهم وهنا بترجع ناتالي جسمها الطبيعي وبتطلب من ديفيد إن هو يفضل جنبا عشان ما يحصل لهاش حاجة لكن للأسف مع الوقت بتموت في الآخر ديفيد بيعرف إن هو لازم ينهي اللعنة قبل ما يموت هو كمان حتى لو قرر إن هو يخلص على أخته الوحيدة بيحاول إن هو يقتلها بنفس الوصف اللي في الكتاب وهو إن هو يحرقها في القابو وفي الآخر بيسمعها بتغني نفس الأغنية بتاعت أمهم فطبعا بيفتكر هنا الأيام وبيحن ليها وبيعمل خطة جديدة وهي إن هو يدفن أخته وهي عايشة وساعتها الشيطان يخرج منها لكن بعد لما قلبها يقف هيحاول إن هو يفوقها بجهاز صدمات الكهربائية فبيدخل على قابو عشان يعمل كده لكن بتهجم عليه كل سولة وبتكسر عظمه لحد لما بيظهر إيريك في الوقت المناسب وده عشان يدلع حقنة مخدر وديفيد بياخد أخت عشان يدفدها في الجنينة وهي عايشة وبيقدر يعمل كده وبيفضل يعد السواني لحد لما قلبها يقف والشيطان يخرج منها وبعد شوية بيحاول إن هو يطلعها تاني بسرعة عشان يلحقها وده عن طريق الصدمات الكهربائية اللي عمله من بطرية العربية بيحاول أكتر من مرة إن هو يرجع القلب يومبو التاني لحد لما بيعرف إن ما فيش أمل تقريبا وبيرجع تاني على الكوخ وهو مصدوم في الوقت ده قلب مية بيرجع لوحده للحياة وبنعرف إن الشيطان بيكون خرج منها فعلا وما فيش أي جروح في جسمها زي الأول وهنا بتحضن أخوه عشان تشكره إن هو ما سبهاش تموت للأبد فبيفضل تاني على الكوخ وده عشان ياخد المفاتيح بتاع العربية كلنا بنعرف إن الفيلم خلص لحد هنا لكن بيظهر إيريك المرة دي في الوقت الغلط وبيكون استحوز الشيطان على جسمه فبيحاول إن هو يتعن ديفيد أكتر من مرة وبيطلب من أخت إن هي تهرب دلوقتي من الغابة وبيقفل الباب على نفسه عشان يضرب النار في البنزين وبيولع في المكان كله طبعا مية بتكون مصدومة من اللي حصل مع أخوها وبتفضل تبص على الكوخ اللي تحرق وبتمسك السلسلة بتاعته وبنعرف إن هي عايشة وفي نفس الوقت السماء كلها بتمطر دم ومش فاهمة زي ده حصل لحد لما الشيطان بيخرج من الأرض للمرة التانية بنعرف إن هو كده قتل خمس أشخاص وتحرر أخيرا وهنا البنت اللي ماتت في أول الفيلم عن طريق أبوها وكمان أوليفيا الممردة اللي ماتت وإيريك وكمان نتالي وأخيرا ديفيد إن هي تشغلها وبتعرف إن هي عطلونة بسبب البطارية اللي خدها أخوها وفي الآخر الشيطان بيوصل عليه عشان يحرق رجليها وفي الآخر بتدخل جوا نفق صغير جنب الكوخ وبيحاول الشيطان يوصل لها بأي طريقة لحد لما بتشوف منشار قدامها كل ضربة سكينة بتقرب عليها لحد لما بتكسر الخشب وبتخرج بسرعة بتقرب تاني على العربية وهنا بتاخد المنشار على طول هنا بتقطع الشيطان بسرعة وبيزق عليها العربية فبتحاول إن هي تقوم من تحتها بعد لما قديها بتكون تزنقت وبتفضل تشد فيها الحد لما للأسف بتطقطع وبتفضل تبص على الشيطان وتعرف إن هي قدرت تخلص منه وبتهجم على الشيطان عشان يموت للأبد وجسمه بيرجع تاني تحت الأرض وبتخرج مية من الغابة وبيخلص الفيلم الحد هنا فعشان تعرف اللي حصل بعد كده اكتبوا لها داحت في الكومنتات إنكم عاوزين الجزء التاني واشوفكم إن شاء الله قريب جدا في فيلم جديد سلام